السلام عليكم يرب تكونوا بألف خير هنعمل النهاردة مع بعض أطباق السعادة كلنا عارفين لما بنفتح التلاجة ونشوف المنظر ده بنبقى في منتهى السعادة وخصوصا لما تعملي عشورة ترطب عليك في الصيف تكليها برده كده وتكون تحفة وكريمية وامر بالتركات اللي هنعملها بيها النهاردة والمفاجأة النهاردة والجديد ان احنا هنعمل العشورة بالكاستر يا جماعة طعم ومزاق حقيق خرافة وهنسوي الغلة بتاعتنا تطلع معانا في منتهى ستوى الكامل ده في أقل وقت ممكن ان شاء الله حتى لو ما انا اعتيش الغلة قبل كده يلا بينا على بركة الله نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كمان لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اشتراك في القناة واللايك للفيديو عندي ربع كيلو من الغلة حصلت كويس نقعت بس ساعتين بعد كده حطيت عليه معلقة من السكر حطيته على النار اخد غلوتين ثلاثة وطفيت عليه وسبته متغطي عليه كده المدة ساعتين ههي بقى الغلة يا جماعة نفشت كده وفشرت وتفتحت لوحدها في المية المغلية مع السكر بيسرع التسوية بيكون تحفى بعد كده ضفت عليها كيلو من اللبن الحليب وما تتخلصيش من المية بتاعت سلق الغلة كلها فوايد اوعترميها بجد بتكون حلوة جدا يعني استفادي بيها بقدر الامكان فين وفين على ما بنعمل العشورة بتاعت الغلة دي فاستفادي بيها بجد اوعترمي المية بتاعت سلق الغلة لانها كلها فوايد بعد كده ضفت كباية من السكر والسكر هنا هيكون مظبوط جدا وطبعا احنا بنحب السكر خفيف عايزة تقطري اكتر من كده برحتك تدقيها وبتكون يعني حلوة كده الحلوة اللي انت عايزها السكر برحتك خالص خالص هي في الوقت دي اسمها بليلة تقدر تحط عليها مقصرات وكريمة وبتكون بليلة تعالي بقى النهاردة نجيب كباية بقى من اللبن او المية عادي مش اي مشكلة نحط معاها اربع معالق كبار من الكاستر وده لليتر اللبن بياخد اربع معالق كبار من الكاستر يا جماعة محدش يقول كتير لان احنا في الصيف والمادة الرابطة زي النشا او الكاستر بتختلف من صيف لشتا تمام عشان ما تطلعش معاكم صلصلة ومش حلوة شايفين لون الكاستر بقى هنا هاتي كاستر بريحة الموز بجد تحفة يغنيك يا خالص عن انتي تحطي فانيليا للوصفة بتاعتنا النهاردة بعد ما دوبنا الكاستر كده في كباية اللبن الحليب هبدأ اضيف هنا معلقة من الكريمة شنطية او تقدر تضيفي معلقة كبيرة من الكريمة اللباني يعني بصي اي حاجة كده وهتخلي من الحاجات دي هتخلي العشورة بتاعتك تحسيها كده فيها غناوة تحسيها كريمية وحلوة قوي بجد بتطلع حلوة جدا تحفة جربوا الاضافة دي كمان بتكون خطيرة بعد ما دوبت كده الكاستر ويا الكريمة شنطية كباية اللبن هنسيبه بقى نركنه على جنب دلوقتي لان انا لسه هستنى لما اللبن بتاعي يغليه في الوقت ده بجهز كل حاجتي تمام بطلع بقى الكسات او الاطباق البولات اي حاجة هتحط فيها اللي التغريفي فيها العشورة بتاعتك لازم ان تكون جفة تماما ما فيهاش ولا نقطة مية التركات دي بتفرق صدقوني يعني المادة الربطة فعلا بتختلف من صيف لشتا وكمان ان هي الكسات او الاطباق اللي هتغريفي فيها لازم ان تكون جفة ما فيهاش ولا نقطة مية عشان تطلع معاكي مزبوطة قوي شايفين بقى هنا في الوقت ده السكر بتاعي بدأ يدوب خالص وهنا بقى بدأ ادوب كده لو انا حاسة ان هي محتاجة سكر بتزوديها سكر لكن كوباية بجد بيكون الطعم يعني ايه سكر هادي تمام مزبوط بالنسبة لي انا لكن بالنسبة لغيري ممكن يقول لا هي كانت محتاجة سكر فانت يدوب ايها وممكن تزودي كمان مصد كوباية سكر هتطلع معاكي السكر اللي تحبيه تمام وانا للامانة اضفت معلقة من الزبيب وده للناس اللي بتحب تضيفني كاسترات تقدار تضيفي اللي انت عايزين ضيفي زبيب جوزهند فول سوداني ضيفي عين جمل فصدق ولوز براحتك خالص انما انا ولادي مش بيحبوا المكاسترات وانا حطيت معلقة الزبيب دي ارضاء لنفسي انا تمام بعد كده نزلت بكوباية الكاستر اللي احنا دوبنا فيها الكريم شنطي مع الكاستر وزي ما انت شايفين ايد بتنزل الكاستر والايد التانية بتقلب زي ما انت شايفين كده بالمنظر ده والنارشة جالة معاي على العالي تمام كده اوعي اوعي تغطي على العشورة وهي بتغلي هتفور معاكي ومش هتثبت خالص وتلاقي اللبن قطع ومش هيبقى حلو خالص سواء بتعملي عشورة او رز بلبن امشي على نفس الخطوات تمام هتديجي نتيجة مزبوطة بعد اضافة الكاستر انت هتحسيها سيلة شوية لا خالص ما تخفيش مش هتكون سيلة ولا حاجة هتطلع في الاخر الكريمية لما تبرد لان طبعا احنا ما تخلصناش من المية بتاعت الغلة ودي بتكون من الشية اصلا بعد التسوية الوحدها وكمان اضافة الكاستر او النشا بتطلع حلوة جدا مزبوطة القوامة اللي ايش منه خالص انت هتحسيه في البداية كده ان هي سيب شوية ما ربطتش معانا زي ما بنعمل مهلبية تمام لكن في الوقت ده صدقيني هتكون مزبوطة جدا اهم حاجة عندي بقى ان انا هستنى لما تبدأ العشورة بتاعتي تغلي تاني شايفين الحواف العشورة حوالين الحلة كده لازم ان تبدأ تغلي تاني طب ليه يأمان بنستنى عليها تغلي تاني بعد ما بنضيف المادة الربطة ده علشان تتأكدي ان الكاستر بتاعك استوى ولو بتعملي بنشا ان النشا بتاعك استوى عشان لما تيجي تاكل كده ما تحسيش بتعمل النشا او الكاستر لازم ان تسيبيها تغلي كده عشان نتأكد ان المادة الربطة بتاعتنا استوات كويس قوي وانده ما جتشايفين بقى حبوب الغلة في الوقت ده بقى نبدأ نغرف العشورة بتاعتنا ما شاء الله طبارك الرحمن كيلو لبن ربع كيلو من الغلة بتاعت البليلة عملوا معي كمية عشورة أطباق طبارك الرحمن هدي بها بقى حبيبك اللي يعز عليكي جرانك حد بقى يدخل عندك تقدر يتضيفيه بطبق عشورة طحفة زيدة وطبعا احنا في عشورة منصوم دي سنة عن النبي عليها أفضل السلاة والسلام وإحنا بنصوم في عشورة فتبدأي بعد يوم سيوم كده طويل ترطبي على قلبك بطبق عشورة زيدة بجد حلو جدا 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 بجد خطير في الآخر خالص بعد ما تصبي الأطباق دي تقدر تزينيها بالمكسرات اللي تحبيها ولو مش بتحبي المكسرات تقدر تزينيها بفواكه احنا في الصيف دلوقتي متوفر الفاكهة كتير ما شاء الله في الصيف تقدر تزينيها بمانجا تقدر تزينيها باللي تحبيه كمان تقدر تزينيها بصوص كرامل تعملي دي صوص كرامل عملنا مع بعض قبل كده وتزيني بالاطباق دي كل اللي تحبيه متاح بالنسبالك تسيبيها سادة زي ما أنا عملت كده براحتك خالص شايفين تبارك الرحمن العشورة بتاعتي عاملة زي عايز أقولك بجد ان الكاستر بريحة الموز خطير 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 تحفة حرفيا ومخلي لون العشورة بتاعتي لونها أصفر هي القاميرا ظلمها طبعا هو اللون أتقل من كده بشوية فاللون كان حالو والطعم حالو القوم مظبوط ما شاء الله تبارك الرحمن بجد عمله العشورة في البيت طبق منها أصلا برا بقدي كده تقدري كمان ان انت تحطي عليها بولات آيس كريم وبجد بتكون خطيرة خطيرة يعني تقدري تعمليها معاملة الرز بلبا بتكون حلوة قوي كمان الغلة صحية يعني وفين وفين على مبنك الغلة فاستفيدي منها في الوقت ده بجد تحفة شايفين تبارك الرحمن كمية عاملة ازاي تعالوا بقى وريكم وفجأة بعد ما غرفت الاطباق دي كلها انا عملت ايه بجد مفاجأة حاجة كده اللي هو ايه من التراس الاصيل حاجة تربينا عليها كلنا كمصريين وكل بيت مصري اصيل لازم ان يعمل فيه الحركة دي بعد ما نغرف الاطباق كلها شايفين كمان انا غرفت في اطباق فخار يعني المتوفر عندك اعملي فيه لو هتغرفي بقى في اطباق بلاستيك او اطباق فوم لازم ان تستني لما العشورة تهدى شوية وتبرد شوية في الحلة بتاعتها مينفعش خالص تغريف في اطباق بلاستيك او فوم الا لما تبرد شوية تعالوا كده بقى شوفوا بعد ما غرفت كل اطباق العشورة تبارك الرحمن طبعا يعني الحاجات اللي تربينا عليها استحالة ننساها بتكون مؤثرة فينا حرفيا كانت بتدينا بهجة وسعادة وفرحة بجد حلوة قوي ان انا لازم ان ابقي شوية كده من العشورة في الحلة زي ما انتوا شايفين كده شوية دول بقى نلم اولادنا كده ونقعد كل واحد بالمعلقة بجد بيكون طعمها خطيئ